موسيقى أهلا أحبائنا المشاهدين أنا مسيحي هذا هو موضوع وعنوان الحلقة اليوم أنا مسيحي ليس مجرد كلمات ولا افتعال ولا تصنع هذه كلمة كان ينطقها المسيحيون الأوائل أنا مسيحي كيف نفهم هذه الكلمة وكيف نعيش هذه الكلمة وكيف نطبق التلمذة المسيحية على حياتنا وكيف نتشبه بيسوع المسيح كيف نعيش يسوع المسيح في حياتنا اليومية سواء كنا في المدرسة في العمل في الشارع في الطيران في أي مكان كيف يعرف الناس أني أنا مسيحي هل مجرد كلمات تقال من شاشات التلفزيون أو التواصل الاجتماعي أم تعني كلمة عميقة كلمة بيختبرها الإنسان في الكيان فيتغير كل المعايير كل مقييس الحياة فهل نعيش هذه الكلمة أنا مسيحي؟ هذه الحلقة هي تحدي أولاً لأنا شخصياً وأكيد رح تكون تحدي لكل من يشاهدنا وهل فعلاً بأماني أمام الله أمام الرب تستطيع أن تقول أنا مسيحي؟ ابقوا معي أحبائي سأتحدث عن هذا الموضوع بعد الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائي حديثي اليوم أنا مسيحي كنت في مطار مصر في القاهرة من سنوات سنوات عديدة وطبعاً في المطار استدعوني كان في بعض الأسئلة ومن ضمن الأسئلة استغرب طبعاً من الأسئلة في تلك الأيام أو في ذاك الوقت قالوا سألوني هذا السؤال نحن نعلم مثلاً لما بيدخل الخوري الأرتودوكسي يعني المقصود القبطة القمص أو الكاهن القبطة بيعرفوا من شكله في المطار أنه هو كاهن قبطة لأنه لابس الصليب وطبعاً له لحية فيما قالوا نحن نعرف أيضاً الكاهن الكاتوليكي بيكون لابس ظنار على خسره بيقصد يمكن الفرانسيس كان لأنه في كل طيفة بيلبسه بشكل أو بطريقة معينة وبالعالمة قالوا لي لما بيدخل طيب الزكر من زمان القص منيس عبد النور بنعرفه من شكله من لبسه لابس بدلة وبكون مرتب على الآخر لكن ممكن نسألك سؤال قلت تفضل لحظنا عليك أنك لما بتفوت لمصر أنت بتفوت لابس يعني قميص حتى نصكم سألته شو المشكلة قال لي لا ما في مشكلة بس حب استطلاع كان الجواب تبعي بكل بساطة قلت له بصراحة لأنه مصر حامية بلد درجة وذاك اليوم كانت درجة الحرارة 45 درجة مئوية فهو تعجب من هذا الجواب وقل لي بس هاد هو السبب قلت له أيوة لما بسافر بكون لابس لبس مرتاح طبعا لما بروح بخدم بالكنيسة بحترم قوانين ومبادئ الكنيسة في اللبس بل بس مثلا بدلة وهي العادات المتبعة في مصر مرة تانية كنت في مطار آخر في إحدى الدول العربية وكان طبعا في شخص لازم يستقبلني من أول البوابة تبعت الطيارة حتى يساعدني في الإجراءات وكان عم بنادي على طول صوته لأنه كان فيه ركاب كاثرين وهو ما بيعرفني شخصيا فكان بنادي قسيس نزار قسيس نزار فأنا قلت له نعم فهو تطلع علي بالنظارة قال لي أنت أسيس قلت له أيوة فقال لي أوه عشان مش لابس أنت روب مثل مثل خوارني عندنا قلت له لا إحنا ما منلبس روب فعلى طول عم بيحكي بالويرلس اللي معاه اللي جماعة تقول لي بيستنوني برة قال على فكرة وصل الخورة اللي بيقصد أنا بس على فكرة هو لبسه مش متل بتوعنا كيف إحنا منلبس في بلدنا وطبعا هاي الفكرة إنه فإذا في علامات اللي بتعبر وبتدل عن هوية المسيحة وأكيد بالطبع يمكن إحنا متفقين مش الشكل مع إنه الشكل كمان بدل على من نحن فالسؤال اللي عاوز أسألك لكل واحد مننا كيف أظهر علامات واضحة إني مسيحي وفعلا هذا سؤال صعب يعني بشكل آخر شو هي علاقتك الشخصية مع الرب هي اللي بتظهر هويتك وبتظهر حياتك أنا رح أقرأ بعض القراءات من كلمة الله طب أنا إذا كنت مثلا في مكان معين كنت في مطعم أو كنت في مطار أو كنت في الجامعة أو في مكان العمل بالحقيقة سواء كنت في بلاد اللي بيسكنها مسيحيين ومسلمين أو كنت مسيحي من خلفية غير مسيحية أسكن في بلد إسلامي والسؤال كيف ممكن يعرف المجتمع أنه أنا شخص مسيحي فكيف أنا ممكن أظهر هويتي كمسيحي طبعا في مناطق عديدة ممكن نوع اللباس يمكن الناس بتحط صليب يمكن لباس الكهني سواء أرتودوكسي أو كاتوليكي أو إنجيلي اللغة اللي بنتكلمها هو تعبير عن أسلوب كلامك وكتير مرات يعني بيبين حياتنا المسيحية من طريقتنا من أسلوبنا من شكلنا من اللغة اللي بنتكلم فيها فمثلا المسيحي المؤمن لا يستخدم كلمات قبيحة ولا بيستخدم كلمة مسبات ولا بيستخدم الحلفان يعني بيقول نسمعها كتير عنا بالشرق الأوسط والله دايما تسمع هاي الكلمة المسيحي ما بيقول هذه الكلمة فالمسيحي هو بعبر عن استقامي عن أماني عدم الذهاب إلى أماكن لا تمجد الرب أو الموافقة على أعمال الشر فواضح أنه اللغة بتبعتنا الأسلوب الكلام والطريقة اللي منتصرف فيها أو منسلك فيها هو تعبير عن هويتنا المسيحية كتير مرات من الناس اللي بتستخدم تعبير أو كلمات عن اختلافات يعني المسيحي مثلا لا يتكلم بدينون على الآخرين ولا يلعن المسيحي لا يتذمر المسيحي ما عندهش شكاية بيشتكي أو خياني أو خداع أو مراوغة دايما عنده حكمي دايما بيسلك بأماني بيسلك باستقامي دايما عنده كلمات نعمي دايما كلمات ابتبني كلمات شفاء كلمات مليان حكمي كلمات مليان محبة كلمات تعبر عن الفرح الخارجي طبعا الفرح الداخلي اللي بيبين على صورة الإنسان مملوء بطمأنينة بهدوء داخلي عميق عنده سلام مع الله عنده سلام مع الآخرين ما عندهش حرب أو نزاع أو دايما في كلمات يعني التي تعبر عن بغضة أو كراهية المسيحي هو الذي لا يقلق ما عندهش الاهتمام طبعا الاهتمام اللي هو مش بحسب مشيئة الرب يعني القلق فمن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة مش بس أسلوبك أو لغتك حتى شكلك يعني يمكن مش كل الناس بتلبس صلبان كبيرة أو روب مثل الكهنة أو قبة مثل القسيس لكن شكلك برضو بعبر عن هويتك فمثلا أسلوب حياتك أسلوب لبسك وطبعا الكلام هون مش بس للنساء يعني الكلام للرجال فالرجال والنساء بغض النظر لازم يكون يعني أسلوب حياة لازم يكون حتى في لبسك بعبر عن شكلك عن شخصيتك مش الملابس التي تعرض الجسد سواء رجل أو امرأة فالكتاب مثلا يعلمنا عن لباس الحشمة واللباس اللي هو فيه يعني نوع من اللي بعبر عن قوتك الداخلية وطبعا الاختبار العميقي الداخلي اللي فعلا انت مش مهتز حياتك أنيقة شايك يعني شياكي وكل ما تفعله سواء بلبسك بكلامك بأسلوبك بنمط حياتك كله تعبير عن هويتك المسيحية دائما نسمع تعبير لغتك تظهرك فاللغة هي تعبير إذا كان الإنسان مؤمن أو غير مؤمن صدقني حتى الخطيئة تؤثر على شكلك إذا إنسان بيتعاطى مخدرات أو إنسان بيتعاطى الكحول يعني بيسكر بالخمر بعد فترة زمنية أو التدخين أو أي عادات يعني مش بتكلم على خطيئة أو غير خطيئة بس إنه كتير مرات لما الإنسان بيصل إلى درجة الاستعباد أن يكون مستعبد إلى هذه الأمور فتصبح خطيئة فتؤثر على شكلك الخارجي وإحنا المفروض إنه إحنا نظهر النور يقول الكتاب فليد نوركم هكذا قدام الناس وقال الرب يسوع المسيح في عزته على الجبل إن فسد الملح فبماذا يملح إن كان النور فيك ظلام فالظلام كم يكون فإذن المفروض إنه المؤمن المسيحي إنه المسيح أجرى تغيير في حياته تعرفوا اللي عايشين في نورث أمريكا والمسيحيين طبعا رح يفهموا على العبارة اللي رح أتكلمها اللي هي WWJD وهي الكلمة هي عبارة عن اختصار أربع كلمات What would Jesus do إيه اللي ممكن يعملوا يسوع في هذا الموقف في هذا السلوك في هذا التصرف في هذا النمط إيه اللي ممكن يعمل يسوع وأنا بتذكر زوجتي دايما بتحكي مع ابني كل يوم صباحا قبل ما يطلع للمدرسة بتقول له remember تذكر WWJD What would Jesus do وهي كلمة حبائي قوية جدا فأنا فإذا حياتي مش مجرد الحياة اللي عايشها مثلا بروح يوم الأحد على كنيسة أو على اجتماع لكن الحياة اللي بمارسها مع الناس لكن أنا اليوم عاوز أقول WWPD What would Paul do يعني إيه اللي ممكن يعملوا بولوس الرسول يقول الكتاب المقدس افعلوا كل شيء بلا دمدمة ومرة تانية بيقول افعلوا كل شيء لمجد الله ويحرض المؤمنين كونوا بلا عثرة طبعا كونوا بلا عثرة لليهود للأمم ولكنيسة الله بحسب رسالته إلى كنيسة كورنتوس الأولى إصحاح عشرة يعني بكلمات بسيطة سواء في السياسة سواء في الدين سواء في علم الاجتماع سواء في أي أسلوب أي نمط حياتي سواء اقتصاديا اجتماعيا سياسيا دينيا أخلاقيا أنا المفروض أسلك رسالتي وحياتي هي الطابع اللي بتعبر عني أنا مؤمن في يسوع المسيح وبصراحة العالم ولسيما الشباب اليوم الجيل الصاعد الشباب اليوم يريد مثل فهل أنا فعلا مثل لبيتي لزوجتي لأولادي هل أنا مثل صالح في المجتمع هل حياتي بتعكس أنه أنا مؤمن بالرب يسوع المسيح وصدقني أنا بسأل هذه الأسئلة كما ذكرت في البداية أنه هاي عزة إلي أولا أنا تحدي إلي أولا أنه أكون أمين مع الرب وأنه فعلا أعيش كيف الكتاب وكلمة الله بتعلم فإذن هذا تحدي كبير إلنا دايما إحنا المؤمنين منقول أنا مش كامل بس لما بتدرس الكنيسة الأولى ما كانت تتعبر هذا التعبير لأنه لازم يكون في مثل والناس بتتبع المثل الحي مظبوط أنا مش كامل ولا يمكن أنه أصل إلى درجة الكمال لكن لا أستخدم هذه الجملة كعذر أتهرب من حياة القداسة أو حياة الاستقامة في حياتي بولوس الرسول على النقيد وضع هذا التحدي أمامه أنظر مثلا في رسالة فليبي إصحاح أربعة آية تمانية وآية تسعة أنا كتبتها ورح أقرأها يقول بوحي الروح القدس أخيرا أيها الأخوة كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما صيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان وإن كانت فضيلة وإن كان متحن ففي هذه افتكروا يعني بيتكلم عن التفكير الإيجابي بعدين التحدي اللي بحطه شوف وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا فهذا افعلوا وإله السلام يكون معكم في كورمتس الأولى إصحاح داعش الآية الأولى قال كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح عم بطالب الكنيسة اللي ربحها وأسسها بقوله نتمثلوا فيه أنا أنا المثل بتاعكم كما أنا بتمثل في المسيح أو كما أنا في المسيح ولما كتب لكنيسة فليبي قال فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح فليبي واحد آية 27 فإذا هم بيتكلم عيشوا أي بيتكلم عن الكوندكت عن أسلوب عن نمط حياة بشهادتي بكلماتي بلغتي بلبسي بتعبيري كل ما أنا في مظهري في داخلي في كياني كله عم بعيش بحسب كيف كلمة الله بتعلمني والرسول بحط هذا التحدي يقول متمثلين أو كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح يعني كان بكلمات أخرى كتاب مفتوح أمام الجميع أنا عاوز أقرأ كمان يعني آية كتير كتير مهمة في رسالته التانية إلى تيموثاوس إصحاح عشرة بيتكلم مع ابنه تيموثاوس طبعا بالإيمان وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وآناتي ومحبتي وصبري واتهاداتي وآلامي مثل ما أصابني في أنطاكيا وإيكونيا والإسترا أي اضطهادات احتملت ومن الجميع أنقذن الرب بعدين بقول له وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يضطهدون وأما أنت فاثبت على ما تعلم لاحظ أيضا في الإصحاح الأول يقول في آية 13 تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا فعم بكلم تمثاوس أنه فعلا هو كتاب مفتوح مسموع مقروع بيشوفه يعني واضح أمام الجميع أمام العين في كورنتوس الأولى إصحاح أربعة وخلينا أقرأ هذه الآيات من آية 12 إصحاح أربعة خلينا أقرأ بالأول آية تسعة فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين كأننا محكوم علينا بالموت لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة وللناس في آية 12 بكمل بقول ونتعب عاملين بأيدينا نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل يفتر علينا فنعز صرنا شوف الرسول بولوس بقول صرنا كأقضار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن ليس لكي أخجلكم أكتب هذا بل كأولادي الأحباء أنذركم لأنه إن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس لكم ليس آباء كثيرون لأن أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل اسمع آية 16 فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي واو من اللي بدوا البهدلة في الأمور اللي مر فيها الرسول بولوس في موضع آخر بيتكلم إنه جلد عدة مرات وضرب بالعصة وانكسرت السفينة وواجه كل أنواع الأخطار في البر وفي البحر وكان أخطار من الإخوة الكذبة وحتى من الكنيسة بكل مكان كان بيواجه كل هذه التحديات اليومية فعم يتكلم بكل وضوح إنه يتمثل بي ولأنه هو شهادة في هذا الموضوع أنا عاوز أتكلم عن هذا الموضوع من ثلاث نواحي لكن عاوز أخذ فاصل في الأول وبعدين أستترج في التكملة في الحديث موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنا مسيحي هذا هو موضوع الحلقة ورح ننظر لهذا الموضوع من ثلاث أوجه أولا النظرة الإلهية اتجاهنا الله لما بينظر للمؤمن شو بيشوف ثانيا النظرة التاريخية الكنيسة الأولى كيف اتصرفت كيف اتعاملت وكيف كان وضعها وشو ممكن نتعلم منها والنظرة التالتة هي النظرة في الحياة اليومية الحاضر إحنا اللي في هذا العصر في هذا الزمان كيف نستمر حاملين نفس المشعل ونفس الرسالة أول شي نظرة الله لنا تعرف حبائي لما بتقرأ في رسالة بورس الرسول إلى أهل أفسوس كنيسة أفسوس لصحاح الأول بتشوف هويتك في المسيح وأنا رح أسرد إنه شو الله يعني بيفكر عنك للإنسان المختبر المؤمن بيسوع المسيح وشو صرت أنت هويتك في المسيح من خلال عمل الله أول شي أحبائي الله باركنا بكل بركة روحية في السمويات فإحنا حصلنا على كل بركات الله من خلال يسوع المسيح شيء ثاني الله اختارنا في المسيح يسوع قبل تأسيس العالم لكي نكون قديسين وبلا لوم قدامه صار عندنا الكفاءة أن نوقف أمامه أمام الرب بدون شكاية على حساب ما فعله يسوع المسيح إذ أخذنا بر المسيح اتبررنا بدم يسوع المسيح شيء ثالث مكتوب أن الله عيننا للتبني وهاي لب العقيد المسيحية أنه كنا غرباء كنا ابعدين عن الله كنا مظلمين الفكر هالكين لكن الله تبنانا من خلال عمل يسوع المسيح مش بس أعطانا الحرية صرنا نصرخ يا أبا الآب يعني صار في علاقة البنوية ويا أبا الآب تعبير كتير كتير حلو في اللغة الأصلية الأرامية هي اللغة الأولى يا أبا اللي هي الكلمة دادي أو بابا إحنا بنقول عنها في العربي وهاي علاقة الطفل الحميمية مع البابا مع الآب يعني الطفل بقول بابا لأنه بيعرف أنه البابا بيهتم فيه مش رح يتركه بيعتنه فيه فعن بقوله بابا فيه شركة فيه علاقة حميمية مع الآب الآب هي برضو علاقة حميمية لكن علاقة ناضجة أنا أدرك بكل الإدراك بروحي أنه الله شو عمل معاي فأنا بحبه لأنه فعلا عمل معاي أمور عجيبة جدا فهذه العلاقة الحميمية ارتبطت اتخطت حدود الطفل صارت علاقة حميمية حقيقية من خلال علاقة حقيقية من خلال ما فعله يسوع المسيح وهي لب العقيد المسيحية أنه أنا كنت بعيد غير شرعي الله تبنان الله حررني وصورت أنا ابن وانت صورت بنت للرب من خلال عمل يسوع المسيح وهذا بيعطيك الشرعية الكاملة كابن وانك صورت وارث لله مع المسيح او من خلال يسوع المسيح عيننا للتبني ثم مكتوب انه الله افتدانا يعني اشترانا دفع فينا ثمن اشترانا لنفسه ايضا مكتوب غفر خطيانا الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا فالرب غفر خطيانا الرب خلصنا خلاص كامل وهذا الخلاص طبعا من خلال ما فعلوا الرب يسوع المسيح خلصنا لكن ختم هذا الخلاص بالروح القدس هذا الختم بالروح القدس الروح القدس سكن فينا وهذا الختم هو عبارة عن ملكية لما الختم الملكي لما بحط الختم بقول انا صرت ملك للرب هاي نظرة الله لكل واحد مننا هاي الهوية اللي منعيشها كمؤمنين كمسيحيين كيف الله بينظر الينا ثم بيكون عنا روح العرفان والشكر والجميل لانه غمرنا بنعمته فهون في دور عمل للنعمة ومش بس غمرنا بنعمته عرفنا بسر مشيئته صرنا ندرك سر الله صرنا ندرك مشيئة الرب لانه اصبحنا مش عبيد صرنا اولاد للرب ثم احبائي احبانا محبة غير مشروطة محبة غير محدودة ومن خلال هذه المحبة حصلنا على الرجاء المبارك واننا سنقضي الابدية مع الله هذه الامتيازات احبائي نظرة الله تجاهنا بيجعلني اعيش لمجد الله وحامل رسالته في كل وقت وفي كل مكان انا انا كنت هالك راعة لجهنم الرب اعطاني كل هذه الامتيازات الجميلة اللي انا اتكلمت عنها لكن هذا من طرف الله ماذا من طرف الكنيسة الكنيسة الاولى تعرفوا في اعمال اتنين مكتوب اية 42 وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات وصار خوف في كل نفس وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على ايدي الرسل وبعدين بقول صار كل شيء مشترك بناتهم مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب وكان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون كيف الكنيسة الاولى اتصرفت كيف عملت كيف عاشوا بشكل يومي هذا اللي قرأته على مسامعكم والرسول بولوس لما بيتكلم مع كنيسة كورنتوس لانني تسلمت ما سلمتكم من الاول ما قابلته يعني في الايمان المسلم الى القديسين من فم الى فم من عيل الى عيل من مجتمع لمجتمع من شخص الى شخص كيف كان يعيشوا بشكل يومي كان عندهم قناعة كاملة بقيامة المسيح يعني مش بس شركة المؤمنين عايشين كوحدة عندهم قناعة لا وردوا وردوا يدعوا وردوا الثقة اللي عندهم من خلال ما شفوه شافوا المسيح المقام من الاموات كان عندهم قناعة كاملة بقيامة يسوع المسيح شركة المؤمنين اللي كانت تعتبر بشكل يومي بولوس الرسول قال تمثلوا بي لحظوا الكنيسة الأولى خرجت إلى الخارج وربحوا الجدلات يعني الكنيس كانت تجهز التلاميذ واللي كانوا يقامنوا يروحوا في الأسواق العامة في الأغورا أو الفورم الكلمة اللاتينية في الأماكن العامة وكانوا بيحكوا مع الجميع اليهود والأمم وكانوا بيشهدوا عن يسوع المسيح وكان فيه جدلات في الشوارع وكانوا يربحوا الناس كان يسوع بالنسبة لهم حقيقي يعني الشخص اللي اختبر يسوع المسيح حقيقة ولا أقوى قوة دينية في العالم تستطيع أن تهزم الشخص المختبر لأنه عنده قناعة حقيقية أنه الرب غير حياته ونعمة الرب لمسه بتشوف هذا الشيء من أعمال الكنيسة الأولى من تصرفاتهم من كلامهم من سلوكهم اليومي كانوا نسخة حقيقية كان عندهم ممارسات كانت واضحة أمام الجميع مثلا بأعطيكو شوية أمته مثلا كانوا بيحفظوا العزة على الجبل اللي هي إنجيل متى إصحاح خمسة وستة وسبعة اللي هو دستور الملكوت الجديد أخلاقيات المحبة طبعا أغلب الناس 90% أو أكتر من 90% من الناس لا كانوا بيقرأوا ولا كانوا بيكتبوا بس كان في واحد كل مرة بيمسك المخطوطة وبيقعد يقرأ للناس وبيحفظوا وبيكرروا الكلام وهذه الممارسة كانت جزء من العبادة المسحية إنه يقرأوا قراءات طويلة من كلمة الله اليوم أخلاق الناس اديقت يعني إذا تكلمت أكتر من خمس دقائق ولا قرأت أكتر من أيتين بيصير فيه ملل الشخص الممتلئ من الروح القدس على النقيد بالعكس بيكون عنده الحماسة بيكون عنده المحبة بيكون عنده الشغف عاوز يعرف مثل سفنجة عاوز يمتلئ ويمتلئ ويمتلئ أكتر وأكتر فإذا بعض الممارسات كانوا يحفظوا العزة على الجبل وعلى فكرة كانوا يحفظوا أشعية اتنين أميخة اللي هي الآيات اللي بتتكلم عن السلام يطبعونا سيوفهم سككا يعني آلات زراعية كانوا يؤمنوا بمجيء المسيح في أي لحظة فكانوا بيؤمنوا في عصر السلام أن هذا السلام بتم بغير العنف الروماني بغير القتل ولغة العنف وطبعا لغة الموت وآيات الموت وكلها بتتغير من خلال العزة على الجبل إذا أنت متعود على كلمات صعبة خطيرة منها العنف والقتل والنظرة الدونية إلى أشخاص تانين إذا بتقرأ الشفاء لإلك اقرأ العزة على الجبل ثلاث مرات هاي الرشيتة الصبح خد حبة والدهر خد حبة والمساء خد حبة من العزة على الجبل يومين ثلاثة تتغير كل حياتك بدك تتشبه بالشخص الرائع الفز الفريد يسوع المسيح وبصراحة يعني ما فيش أي حد في الدنيا تكلم بعزة مثل عزة المسيح على الجبل الناس التلميذ كانوا بيتحدوا الناس أنه يتشبهوا بهم ليه لأنه إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة هنا أخلاقيات المحبة كل شيء صار جديد في حياة الشخص فالتلمة ذي كانت أسلوب حياة بالنسبة لهم لما كان يصلوا بتستغرب أنه كانوا دايماً يصلوا الكنيسة كانت تصلي بصوت عالي وكان يصلوا بلجاجة وبوحدة دايماً بقول بنفس واحدة بقلب واحد أو الاستلاح في العهد القديم كانوا يجتمعوا كرجل واحد كانت كنيسة وحدة مثلما كان يصلوا كانوا يصلوا كلهم مع بعض وكان يصلوا بصوت عالي ودائماً تحدث الزلازل من وراء الصلوات لأن الصلوات كانت تصل إلى الحضرة الإلهية مش كلام مصنع منمق كلام فصيح كلام يكرر باطل كالأمم مش كلام باطل ولا تقاليد باطلة كان يصلوا لأنه عندهم قناعة إنه المسيح حي وموجود في وسطهم مش بس كانوا يصلوا بصوت عالي كانوا يصلوا وهن رافعين الأياد هذا أسلوب ونمط الصلاة اللي كان في حياة الكنيسة الأولى صوت عالي صوت جماعي رفع الأياد كان فيه ترنيم كان فيه تسبيح ومثل ما قرأت كان فيه جزء كبير من قراءة كلمة الله ثم جزء مهم في الكنيسة الأولى هي الضيافة تعرفوا كانوا يتجولوا الإخوة من مكان إلى مكان وفيه محطات تسمى محطات الراحة أو الاستراحة وفيه ناس عندهم موهبة الضيافة يعني الضيافة كل واحد مدعو أن يكون مضياف بس أغلب الناس عبيد وأغلب الناس فقراء بس فيه ناس عندهم الحال المنيحة وعندهم الإمكانيات لأنه خلي بالك حتى الأغنياء كان عندهم خدم ففيه محطات راحة اللي كانوا يدعو الناس إلى بيوتهم كان فيه اهتمام بالأرامل يعني اليوم فيه السوشال سيرفيسيز الخدمات الاجتماعية وكانوا بيهتموا بالفقراء وهذا الجزء من الممارسات المسيحية هي الضيافة كان فيه شيء اسمه يسمى وليمة المحبة وكان عادة الناس بتشارك الممتلكات كان يبيعوا الممتلكات لأنه كان يؤمنوا الرب يسوع جاي في أي لحظة ما فيش داعي أنه نتمسك بأي شيء على الأرض حتى يساعدوا الفقراء شيء آخر من الممارسة هي الطهارة الروحية شو الطهارة الروحية؟ أحيانا بالكلام أحيانا بعض الممارسات كان منهم الغطس بالماء أو النفخ هذه كانت ممارسات في الكنيسة الأولى كان يدركوا ليه كانوا بيعمل هاي الممارسات؟ كان يدركوا العالم اللي حواليهم مليء بالأرواح الشريرة في كل مكان فكان يعني بيتطهروا مش بس في الجسد لكن أيضا الروح يكونوا قديسين كاملين كما أنه الكتاب علم هذا الشيء الكنيسة كان عندها ممارسات كثيرة البعض قرأتها بس في ممارسات أخرى فبعض هذه الممارسات اللي هي قبلة السلام دايما بولوس بقول سلموا على بعض بقبلة مقدسة شو القبلة المقدسة اللي كانت تتمارسها الكنيسة الأولى؟ يعني الكنيسة هي عيلة صارت عيلة فجزء من التحية هي القبلة المقدسة طبعا احنا منعرف عن العشاء الرباني ومنعرف عن المعمودية لكن في شيء آخر كانت تتمارسه الكنيسة الأولى هو غسل أرجل القديسين فإذا قبلة السلام وغسل أرجل القديسين يمكن اليوم مش عم نمارسها بسبب العدات والتقاليد اليوم منمارس المعمودية ومنمارس أيضا العشاء الرباني كسر الخبز كانت التلمزة هي أن تعيش المسيح هاي التلمزة اليوم المؤسسات المسيحية عم تدفع ملايين الدولارات حتى التلمز وبعرش إذا ظابط الموضوع الكنيسة الأولى كانت بتقول للشخص المؤمن تشبه فيه أنا رح أكون المثل أمامك أنا في حياتي في أشخاص اتنين اللي بتمثل منهم اللي هو الشخص اللي ربحني للرب يعني أنا ممكن أقول عنه كاد أن يكون كاملا والشخص التاني اللي هو حماي كان رجل الله علمنا ودربنا التربية العسكرية في اتباع يسوع المسيح لكن هذه الممارسات كانت شيء طبيعي في الكنيسة الأولى التصريح اليومي كل يوم أول ما يصحى من النوم أنا مسيحي في السوق أنا مسيحي في أي محل أنا مسيحي كان يعلن هويته في العمل أنا مسيحي عندما يذهب للمشتريات أنا مسيحي لأنه يذكر نفسه كيف يسلك كيف يتصرف مع الآخرين كان يعلن عند الاضطهاد عند الموت قبل الموت في كل الأوقات كان يعلن الهوية دايما برددها مثلا كانت تردد قانون الإيمان المسيحي الشهادة بيسوع أنا أؤمن أن يسوع هو المسيح هو المخلص ابن الله الوحيد مات على الصليب قام من بين الأموات تعرفوا حتى في الشرق اليوم حتى المناسبات مازالت في الجمعة العظيمة والقيامة كأنه بيعيدوا مسرحية الصلب والقيامة حتى الناس تتعلم في الكنيسة الأولى كان عن طريق الفن والرسم كان بيرسموا الآيكونيات لأنه ناس لا بتقرأ ولا بتكتب كانوا بيتكلموا عن هذه القصص الكتابية بشكل مسموع بشكل مرئي واحدة من الممارسات اللي بتظهر أنه أنا مسيحي كان دايما يعني بيرسم إشارة الصليب إحنا اليوم نرسمها بحسب ارتودوكسي أو كاتوليكي ممكن الكنيسة الإنجلية ما بتعملها لكن هاي ممارسة كانت في القرن الثاني والثالث والحق يقال أيوة استخدمت غلط في العصور طبعا المسيحي اللي استخدمت الصليب في الزهاب إلى الحرب نحن لا نتفق بس كان فيه علامات كان فيه إشارات على القبور على أماكن اللي كانوا بيتخبوا فيها كانت العلامة صليب أو السمكة يعني هذه العلامات إشارة الصليب كانت بتعبر لما بتعمل شخص بيعرف على طول أنك أنت مسيحي هذه الممارسات كانت بشكل مستمر الشكر دائما المسيحي بيشكر ولسيما في فترة العشاء الرباني أنا عاوز أسألك أنت اليوم مين الموديل بتاعك؟ مين الشخص اللي أنت بتقول أنا هذا بدي أتمثل فيه هذا التحدي أحبائي الناس بدها مثل طبعا ما فيش حد كامل لكن حلو أنه إحنا نكون مثل واضح أمام المجتمع تعرفوا لما بطرس تكلم للنساء عن الأزواج الغير مؤمنة يربحنا بسيرة كنا بدون كلمة خليني أعممها أنه يربح العالم بالسيرة بالسلوك بالتصرف حتى لو ما تكلمنا بالكلمة لكن طبعا الخلاص هو بالكلمة أنا عاوز أواصل موضوع لكن عاوز أخذ أكم مكالمي حتى نستكمل الحديث أنا حاطط هاي بشكل معاكس أضبطه أوكي الأخت نهال من المملكة المتحدة أهلا وسهلا أخت نهال سلام ونعمة حضرة الأستيس نزار بشكر حضرتك جدا على كل كلمة وكل تعليم قلت بخصوص موضوع النهاردة أنا مسيحي عندي تعليق وهدخل منه على السؤال أنا عايزة أقول وأتفق مع حضرتك أن لغة المسيحي بجد يجب أن تظهره بدليل أن الناس عارفت بطرس وقالت له لغتك تظهرك لكن اللغة الوحدها مش كافية لأنه ممكن يكون كلامي رائع لكن سلوكي وتصرفاتي لا تطابق كلامي وهنا هي الخطورة لأنه دايما بقولها أنه سبب نجاح خدمة الرب يسوع أنه كان بيعمل ما يعلم به وإحنا كأولاد الله الحقيقيين يجب أن نكون رسالة الله المقروعة والمعروفة لدى جميع الناس والناس اللي ما بتقراش الإنجيل بتقرانا إحنا 24 ساعة في اليوم فيالها من مسئولية يعني لأنه لو بيش بنسلك بالتدقيق وبنعكس سورة إلهنا اللي بنعبوده وبنسبب عسرة للي حوالينا بينما الله متوقع مننا أنه نكون ملح الأرض ونور في الظلمة اللي احنا عايشين فيها هنا بقى فيه سؤال لو أنا بقول أني أنا إنسان مسيحي مؤمن وفيه أشغال لا طريق بأولاد الله المسيحيين أنهم يشتغلوها زي بسرع الشغل في البابس الخمراء يشتغلها ويجلس وسط مجلس المستهزئين ولا يمتنع عن مثل هذه الأشغال وإزاي المؤمن يجمع ما بين أنه يكون رائحة للمسيح الذكية ويوصل الأخبار السارة للخطاء وأنه يتوجد في وسط جماعة غير مؤمنة علما بأن المعاشرات الرادية تفسد الأخلاق الجيدة شكرا ربني باركك ربني باركك أخت نهال سؤال كتير كتير حلو خليني آجي للنقطة الأولى اللي تكلمت فيها إحنا لما نقول كلاما لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان من ثمارهم تعرفونهم في يوم من الأيام لابد أن يظهر الصمر حتى لو كان إنسان متملق بيستخدم التعبير المسيحية إلا لابد أنه في شيء راح يظهر هذا الشخص الثمر الثمر داماً اطلع للثمر أما بالنسبة للسؤال الثاني طبعاً الكتاب المقدس بقول امتنعوا عن كل شبه شر يعني مش شر حتى شبه الشر ليه؟ لأنه في مرات حسب قوة أو ضعف الإنسان يعني في ناس اللي هي بتضعف وبالخمارة راح يشرب خمر أو في أماكن الدعارة راح يمارس لكن هون مش إنه بتمنع إنه نروح لهذه الأماكن ونبشر برسالة المسيح هاي الأماكن اللي هي محتاجة لرسالة المسيح اللي هي محلات الخمرات والنايت كلابس ومحلات الدعارة والكده نكلمهم عن محبة يسوع المسيح لكن كشغل لا يعني لأنه الكتاب بعلم بكل واضح عن القداسة الكاملة القداسة العملية وحتى بقولنا امتنعوا عن كل شبه شر خليني أخد مكالمة من الأخت فريال برضو من بريطانيا أهلا وسهلا أخت فريال أخت فريال ات معنا على الهواء تفضلي أخت فريال أهلا وسهلا فيك خليني أخد مكالمة تانية مكالمة من أبو مهند من الأردن أهلا وسهلا أبو مهند بسيك بالخير بس الخيرات أبو مهند تفضل تحية محبة للأخ العزيز نظار شهيد شكرا حبيبي كلمتي تقول لو لم أكن مسيحيا ودفعا أكون وأما الآن فنور في الرب اسلكوا فأولاد نور وردت في أفاتس قمسة 8 إن الحياة المتحية ليست منوتة فقط بمبنى نجتمع فيه أو بيوم معين في الأسبوع كما قال الرسول بولوس في رسالته إلى أهل أفاتس إنه خلال أوقات معينة فقط يجب أن تظهر محبة المسيح من خلالنا للآخرين أو نتمتع من أو ننتمع عن النجاسات وعن كلام استفاهة والهزد إلا يجب أن نكون حرصين بالغاية في طريقة عيشنا ونفتد الوقت لنكون بلا لوم قدامه آمين هذه هي أخلاق المسيحية هذه هي أخلاق المسيحية يجب أن تعيش أنت حياة مسيحية طاهرة هذه من أي شائبة أل تعلم أنه يجب عليك أن تكون نوراً وقدوة للآخرين لا تخدع نفسك وتقنعها بأن هناك بعض الأوقات تستطيع فيها أن تعيش للرب وبعض الآخر تعيش فيها حسب استحتاناً أعلم نقيناً أن العيش للمسيح هو نمط حياة لأن المسيحية هي طريقة لفعل بعض الأشياء بل طريقة تفايلة لتنفيذ كل الأشياء وتحية محبة شكراً 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 أبو مهند يقول الكتاب المقدس ولا تشترك في أعمال الظلم غير المثمرة بل بالحري وبخوها هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصاً الآن أقرب مما كان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلاياقة كما في النهار لا بالسكر والعهر لا بالمضاجع لا بالعهر يعني بكلمنا بشكل واضح أنه نمتنع عن كل هاي الأشياء بل إلبس إلبس الرب يسوع المسيح ولا تصنعه تدبيراً للجسد من أجل الشهوات الروح يجتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح وكلاهما يقاوم أحدهما الآخر العوز أقول إحنا الكنيسة الأولى كانت بتذكر نفسها أنا مسيحي لكن وإنت أصعب يعني شيء الإنسان يقول أنا مسيحي عند الاضطهاد وعندما بيكون في خيار أمامه هل أنت مسيحي؟ طبعاً إذا قال أنا مسيحي رح يواجه العذاب ورايح يواجه الموت كان أقوى صورة للشخص المسيحي هو عند الموت فمثلاً كان بالقرن الثاني والثالث إلى آخره كان ما يسمى صراع الجبابرة وكانت هذه الحلبات سواء في الكوليسيوم في روما أو كان المكان المشهور في أيضاً قرطاجة في شمال أفريقيا لأنه اكتشفوا مسرح كبير وين كانوا يرموا المسيحيين للوحوش المفترسة فلما بيكون الخيار يقول أنا مسيحي فالناس كلها بتيجي على الستيديوم عشان تحضر صراع الجبابرة أحياناً مع الحيوانات المفترسة بعدين بيجي وقت التسلية بيرموا الناس المجرمين مسيحيين أو غير مسيحيين شو الفرق بين المسيحيين والغير مسيحيين؟ المسيحيين على طول تذكروا إشارة الصليب يعرف أنه مسيحي كانوا يمسكوا بأدين بعض يشجعوا أحدهم الآخر بعد قليل رح نكون كلياتنا مع الرب يسوع أول ما بفلتوا الحيوانات الكاسرة الغير مسيحيين كله بيركد في كده اتجاه المسيحيين كلهم بيعملوا زي دائرة بيمسكوا بأدين بعض إذا واحد سقط الثاني بيشجعوا على أساس يموت بإحترام يموت هو واقف على رجليه لكن لاحظ كانوا بيرنموا وأحيانا يقول أنا مسيحي بس وهني عم يعذبوا في الاضطهاد ويموتوا كانوا بيطلعوا على وجوه الناس الساخرة منهم وهاي النظرات أنا مسيحي وإني بيطلعوا على وجوه الناس كتير منهم كانوا يؤمنوا بالمسيح لسبب شجاعة هؤلاء المسيحيين الأوائل اللي فضلوا العذاب والموت وإطعامهم للحيوانات بعد الحيوانات بيرجعوا الجبابر إذا فيه بعد شوي واحد فيه نفس بيبتدوا بالحراب يقتلوا جميع المسيحيين فهاي كانت واحدة من أعظم الشهادات اللي عبرت عن قوتهم وعن اختبارهم وإيمانهم بيسوع المسيح أنا عاوز أخذ هاي المكالمة قبل ما أختم الأخت فريال أهلا وسهلا أخت فريال آسف المرة الأولى مش عارف فقدنا المكالمة تفضلي أخت فريال سلام نعمة المسيح مع أخي يزور كان عندي مشكلة في تلفون وقع الخط ولا يهمك تفضلي أخي يزار الرب يبارك حياتك الرب يسوع المسيح بسمه الطائر قال سيضع النوركم هكذا قدام الناس فالمسيح المؤمن الحقيقي اللي اتخذ رب يسوع المسيح له رب مخلص على حياته وعرف النور الحقيقي اللي هو الرب يسوع المسيح له كل المش هو يعتذ حياته وسلوكه مثل ما حضرته ذكرت وأيضا كأنما يكون سفير عن الرب يسوع المسيح يقول يسوع المسيح في هذا الشخص في سلوكه وفي حياته ويزبح يا أخي يزار حقيقة يترى الخطيئة المؤمن الحقيقي يترى الخطيئة لأن أعرف الحق طبعا يقول كتاب المقدس الوحي الإلهي تعرفون الحق والحق يحرركم الحق هو والرب يسوع المسيح اللي يحرركم من الخطيئة ويحفظ الكتاب المقدس حتى يحفظنا من الخطيئة مو أقصد يحفظوا على قلبنا مثل ببغاء لا لكن نطبق نطبق كلمة الله الباقية الحية في حياتنا وفي سلوكنا خبأت كلامك في قلبي لكي لا يخطئ إليك فهذه المواسطات المسيح ومن الحقيقي إشارة إلى الأشياء اللي حضرتك ذكرتها والرب يبارسك ويتمجل في حياتك وخدمتك شكرا شكرا جزيلا شكرا يا أخت فريال أنا ذكرت عن نظرة الله إلنا وعطيت النظرة التاريخية كيف الكنيسة الأولى اتصرفت والممارسات اللي كانت تتمارسها الكنيسة الأولى السؤال التالت والأخير ماذا عنا اليوم من خلال حياتنا كيف بتتشكل شخصياتنا يمكن من خلال الخبرات الشخصية العلاقات الثقافة العادات الميديا بتلعب دور أهام العالم من حولنا كيف ممكن يأثر على المؤمن أو على الكنيسة أنا عاوز أقول لكل مشاهد افتخر لكن بنعمة وبمحبة وبتواضع إنك أنت مسيحي ارفض كل أفكار سلبية عن نفسك اعرف قيمتك في المسيح يسوع انظر لنفسك كما ينظر الله إليك وعاوز أشجعك اليوم اكتسب عادات جديدة تعود تقول لي ما احنا ربينا في الشرق الأوسط وثقافتنا ثقافة شرقية أو إسلامية أو إلى آخره كيف اكتسب عادات جديدة ولما بتبتدي تقرأ العزة على فكرة العلاج هو العزة على الجبل الكنيسة الأولى عرفت وحفظت العزة على الجبل أنا مسيحي هذا بقودني للشكر والعرفان والجميل بما صنعوا الرب به شفنا ممارسات الكنيسة الأولى اليوم شو هي لغتك شو هو سلوكك شو هو تصرفاتك كيف بتلبس كيف بتتكلم كيف بتسلك هذا كله تعبير عن هويتك ومن القلب يتكلم اللسان أو من فضلة القلب يتكلم اللسان فأنا بصلي اليوم أنه فعلا تتغير أمور في حياتك الخطوة الأولى أنا أدرك أنه أنا محتاج أنا إنسان بروع على الكنيسة عندي ممارسات لكن بالحقيقة لما الله بينظر إلى أنا مش مؤمن فاليوم أنا بدعوك تقول له يا رب سامحني صليها قول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ سامحني على كل خطية صليها قول له يا رب طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم قول له يا رب أنا بدعوك إلى حياتي حتى تكون سيدة وأتوجك رب وملك على قلبي وحياتي واملأني بالروح القدس ساعدني أشهد عنك حتى أعلن فعلا أنا مسيحي بنعمة الله في ناس يمكن كلمة مسيحي في بلد اللي أنت بتشاهدنا تقاوم وتضطهد الرب يعطيك نعمة على الاحتمال والصبر وأنك أنت مسيحي تظهر فيك سمات وعلامات المسيح الرب يبركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر